اشتركوا في القناة بقوة دفاع البحرين بمشاركة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولدى وصول سموهما كان في الاستقبال اللواء الركن غانم إبراهيم الفضالة مساعد رئيس هيئة الأركان العمليات رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة والعميد الركن محمد عبداللطيف بن جلال مدير الاتحاد الرياضي العسكري بقوة دفاع البحرين والأشقاء رؤساء الوفود المشاركة من دول مجلس التعاون وبهذه المناسبة أشهد سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي بما تحظى به الرياضة العسكرية من دعم لا محدود من لدى جلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة ومساندة سموه للعهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة من صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين لقطاع الرياضة العسكرية والتي تجلت في تحقيق إنجازات رياضية عسكرية متعددة في المحافل الإقليمية والدولية مشيرا إلى أن قوة دفاع البحرين تسخر كافة إمكانياتها في توفير البيئة الخصبة التي تسهم في تحفيز منتسبيها على المشاركة في مختلف المسابقات والفعاليات الرياضية مشيدا سموه بما تسخر به قوة دفاع البحرين من طاقات شبابية قادرة على خوض غمار التنافس الشريف في مختلف المحافل الرياضية وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد أن بطولة الرماية العسكرية الأولى تمثل محطة مهمة للقطاع العسكري بكافة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خصوصا أنها تخلق روح المنافسة وترفع من مستوى الرماية العسكرية وتسهم بشكل بارز في رفع القدرات لدى المشاركين من خلال وجود العديد من المسابقات المتنوعة حيث سيكون مردودها إيجابي بشكل كبير على كافة المشاركين هذا وتفضل سموه بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى حيث قام سموه بتسليم كأس التفوق للمجموع العام لفريق مملكة البحرين كما قام سموه بتسليم الجوائز للفريق الفائز في مسابقة إسقاط الصحون بالبندقية لمسافة 200 متر حيث فاز فريق مملكة البحرين بالمركز الأول وجاء فريق دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني وحل فريق سلطنة عمان في المركز الثالث وأما في مسابقة إسقاط الصحون بالمسدس لمسافة 20 متر فاز فريق سلطنة عمان بالمركز الأول وأحرز فريق مملكة البحرين المركز الثاني أما المركز الثالث فكان من نصيب فريق دولة الإمارات العربية المتحدة وفي مسابقة إسقاط الصحون بالرشيش لمسافة 40 متر فاز فريق دولة الإمارات العربية المتحدة بالمركز الأول وحققت مملكة البحرين المركز الثاني وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز الثالث وفي مسابقة المحارب للضباط حصل الملازم أول أسعد خلف الكلباني من سلطنة عمان على المركز الأول وحقق الرائد علي سالم الغافري من دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الثاني وجاء الرائد محمد أحمد القحطان من مملكة البحرين في المركز الثالث أما مسابقة المحارب للأفراد فقد فاز الرقيب أحمد زريف حمود من مملكة البحرين في المركز الأول وحقق أيضا الرقيب بشار أحمد عوض من مملكة البحرين المركز الثاني وجاء الرقيب أول سعيد صغير الزهراني من المملكة العربية السعودية في المركز الثالث اشتركوا في القناة